القيوم من الأسماء الخاصة بالله لا يسمى به غيره ومعنى القيوم الذي لا يحتاج إلى غيره وقال بعضهم القيوم أي الدائم قال الله تعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وليس معنى القيوم القائم فينا كما يقول أهل الحلول ومنهم طائفة تسمى الشاذلية اليشرطية فإنهم يعتقدون أن الله داخل في كل شخص ذكر أو أنثى وهذا من أشنع الكفر والعياذ بالله وقد قال الشيخ محيددين ابن عربي من قال بالحلول فدينه معلول وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في الفيض الرباني من قال إن الله انحل منه شيء أو حل في شيء فقد كفر فقد كفر شكراً لكم